إذن بهذا الفيديو خلينا بدنا نتعرف على مثل دولوجي أخرى وطبعا هذه جدا مهمة واختصارا لإلها هي KISS KISS طبعا هذا stance هو اختصار K من keep I keep it يعني keep it اجعله الأس الأولى من simple keep it simple اجعله بسيط والأس الأخيرة stupid نقدر نطلق عليه غبي طبعا ايش اللي هو نجعله بسيطه وغبيا اللي هو الكود مالتنا طبيعات الحال نتكلم عن الشفرة إذن هنا هذه ببساطة الاقتصار مالتها هو اختصارا لهذه الميثدولوجي معني في ايش ايش تعني بدرجة رئيسية ندي يقلك الكود مالتكه والشفرة مالتكه تجعلها لأبسط حد ممكن انه تجعلها بسيطة وتجعلها غبية بنفس الوقت بعض الأحيانة وبعض الأشخاص لمن تقوم بك يعني يصل إلى مستوى معين من فهم بعض الطرق في كتابة الكود يقوم بك كتابة كود بحيث يكون معاقة complex فحتى يعني السينيور يوجد صعوبة في فهمه بطبيعة الحال وهذا اجراء خاطئ باعتمادنا هذه الميثدولوجي فاحنا لازم انه نبسط الكود بحيث انه يكون قابل للقراءة من كل سواء كان سينيور يعني سواء كان محترف او سواء كان عندك جينيور او سواء كان شخص اول مرة يبتدي في البرمجة فاني على الاقل اخذ كل المضامين الخاصة في كتابة الشفرة هذه احولها من شفرة معقدة احولها الى شفرة بسيطة تكون مفهومة من قبل المطور اي مطور اخر بطبيعة الحال فلذلك تشوف انه مثلا تقوم بالعمل على مشروع معين وتاخذ فترة في كتابة هذا المشروع ومثلا بعد مرور فترة زمنية ترجع على الكود مالتك وتقول هل انه اني يعني كتبت هذا الكود اوكي يعني تسأل نفسك انه هل اني كتبت هذا الكود هذا السؤال ايش معناه؟ معنا ذلك انه انت الكود اللي واضع ما اقدر تقرأه بطبيعة الحال وشفته معقد وشفته انه what was i thinking شنو اللي شينت اني افكر فيه حتى استطعت انه اكتب هذا الشفرة هذا معناه انه الكود مالتك انت ما واضع بطريقة تكون سهلة للفهم يكون readable قادر للقراءة بطبيعة الحال ذلك واجهت صعوبة في عملية استذكاره وعملية فهمه بطبيعة الحال اذا هذه المثدولوجي تركز على انه ببساطة keep it simple اجعل كودك بسيط الى ابعد الحدود بمعنى انه انا مثلا قمت بكتابة شفرة اوكي كتبت هذه الشفرة وادت وظيفتها ابدأ اسأل نفسي سؤال بسيط جدا انه هل استطيع انه ابسط هذه الشفرة حتى تكون عندي بسيطة اوكي يعني تكون ال lines ما لاتها تكون بسيطة الفكرة ما لاتها تكون بسيطة مع الاحتفاظ بنفس الاداة بطبيعة الحال اذا كانت هناك فكرة عندي انه انا بسط هذا الكود فاوكي امضي وبسط هذا الكود اوكي اليك او لغيرك لغير اذا سواء كان عندك مشروع مفتوح المصدر بطبيعة الحال وطبعا احتماد الكود الي هو يكون عندك معقد رح يبدى يعطيك مساوئ جدا كبيرة خاصة فيها العمل بالنسبة اليك اذا كنت انت تشتغل على مشروعك موحدة يعني بعد فترة زمنية رح تسأل نفسك ترجع نقول هل انه انا فعلا كتبت هذا الكود او اذا كنت تشتغل في فريق ضمن مشروع طبعا فاذا رح يبدي يواجهك مشاكل في انه الديفلوبر الآخرين يبدون ما رح يبدون يفهمون الكود الي انت واضعه بطبيعة الحال فهذه نقطة جدا مهمة انه نجعل الكود مالتنا اكثر ما يكون بسيط للقراءة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة